أسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى بيها على العباد بالرحمة بالإحسان وللجلال الأسماء اللي بيتجلى ربنا سبحانه وتعالى بيها على العباد بالعزة والمطلوب فيها التعلق لو حريك تفتكري والتانية التخلق وعدنا الكمال الكمال هو الإيمان بيها بالضبط نعم إيه القيم اللي ممكن نستخرجها أو إزاي نستخرجها أو إيه أهم القيم ده ماشي مع قضية مع التصنيفات اللي إحنا ذكرناها إن دي مطلوب فيها التخلق ودي مطلوب فيها التعلق ودي مطلوب فيها الإيمان لما نروح للقيم الجمالية مثلا أو نروح للأسماء الجمالية أنا بقولك يا مكلف تخلق بيها تخلق بيها يعني يخليها خلق ليك في فرق بين القيمة وبين الخلق حسنا نقول القيم والأخلاق في فرق بين القيمة والخلق القيمة دي الفكرة المجردة النظرية يعني تعالى كلمني عن الجمال الجمال ده قيمة كلمني عن الرحمة كلمني عن الصدق دي كلها قيم مجردة إزاي بقى أنا الصدق ده يبقى شيء أنا بطبقه في حياتي يبقى انتقلت من المجرد للعملي الإجراء الإجراء أخلاق بيت أخلاقي بتقول أننا ما ينفعش أسرق مثلا ما ينفعش أخلاقي لكن القيمة قيمة الصدق القيمة المجردة تطبيقها هو الخلق فأنا بستخرب من الأسماء الحسنى قيم أتخلق بيها في الجمال أتعلق بيها في الجلال يعني أعمل أضادها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر